أقل سعر وأفضل مواصفات. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على الخاتب المرسلين سيدة محمد وعليه وصحبه جمعين نهاردة جايين بشرح حصري لشركة هوستنجر وهنوضح كيف تأخذ أعلى خصم ومأفضل مواصفات. في البداية حضرتك هتضغط الرابط الموجود أسفل فيديو وهتستخدم الكوبون الموجود في الشرح أسفل فيديو وتابع معنا الشرح هنشوف هنستخدمه كيف. لازم الاتنين مع بعض عشان تأخذ أعلى خصم ممكن. هتضغط لحضرتك الوجهة اللي ظهر ق في 2004. هوستنجر شركة أصبحت تأخذ أكتر من 30 ملون عميل حول العالم. في 15 ألف شخص بيختار هوستنجر يوميا. هتظهر الوجهة اللي قدام حضرتك دي. هلاحظ هنا اللغة فوق إنجليش. ممكن أغير اللغة ممكن. وعلى منصحك حاليا بأنك تغير اللغة. ليه? هنشوف مع بعض. انزل تحت كده بص. هتلاحظ هنا فيه أربع نوع من خلاط الصدافة. سينجل وبريمام وزنس وكلاود ستارت أب. الأخيرة دي يعني مش هتحتاجها. سعر تكلفة عالية جدا. لاحظ الفرق في السعر. ومنصفات عالية طبعا. لكن مش هتفرق معك. ممكن لو شركة تستخدمها. لكن انت شخص اختيارك هنحصل ما بين دول. في هنا بيزنس. سينجل. يعني دي استضافة في الموقع واحد. طبعا هنا لاحظ الموقع سعيد سعرها أهل. لكن فعلين هي مفاش توفير. يعني أنا بانصحك ما تستخدمش السينجل دي خالص. لاحظ هنا استضافة في الموقع واحد. طبعا أنا عايز أضيف موقع تانية. يضطر تعمل أط ترقية أب جريد للخطة بت بتاعتك وتختار خطة أعلى. وهيكون بسعر مزة ده. هتلاقي سعر أعلى من كده بكتير. فدعيب خطير. دعيب التاني مفيش دومين. هنا في دومين مش موجود. هتحجز دومين كمال الواحد بتقريفة عشرة دور. فعلين هي مش أوفر. وأنا منصحش بها خالص. فإنت اختيارك هنحصل ما بين البريمام والبيزنس. وزي ما قلت لحدك من البداية. تبقى للوابع الحالي. اللي هو وقت تسجيل الفيديو. لان انت ممكن تشوف الفيديو ده بعد فترة. يكون الوجهة هي مختلفة انا هو وضح لك هوستنجر بتعمل احيانا. يبقى من البداية حضرتك هتختار. لو اختيارك ما بين الاتنين دون ودخل كده على الانجليش دي تضغط. تغيرها. تختار الدول العربية. لاحظ هنا في سعر قال. كان السعر هناك كام ب 2.99 سنت. دي الخطة انها الخطة اللي هي دي. اللي احنا هنخفح. تختار بينها. لاحظ حاجة تانية. مع اللغة العربية حاليا بفيش السنجل تماني. السنجل مش موجودة هنا. احيانا بتكون موجودة. احيانا الوضع بيتعكس. فدي الترك اللي بتعملها هوستنج وانا بنبهك لها من دلوقتي. يبقى حضرتك من البداية محدد هتفك. هتختار البريمام البيزنس. تدخل تغير اللغة العربي. هتدخل للواجهة اللي انت شايفها دي. الفرق بين الاتنين دون. طبعا السعر الاقل على الاطلاق هو هنا مع الخطة البريمام. الفرق بين البريمام والبيزنس. لاحظ هنا. اداء قياسي. اداء متزايد. هنا اداء اعلى. بتصديف حد 100 موقع هنا كمان 100. سعة تخزينية 100 ديليا. هنا 200 اعلى. نازم طبعا الخطة الاعلى في السعر تكون اعلى في الموصفات. طبعا ده فرق مش جوهري. انا هوردها حظك ايه الفروق الجوهري بين الاتنين. هنا طبعا الاداء اعلى في السرعة بفرق الجوهري. اه نسخ احتياطي اسبوعي هنا يومي. ممكن يكون فرق مهم بالنسبة لك ده. السل دي مجاني. ايه السل دي شهدت امان لموقع بتاعك. افلي كده ما يكون موجود فوق. مش هتلاقيه في كل الواقع. مع هستنجر هتلاقيه متاح عندك الخدمة دي. دي بتكون بتكلفة في بعض المواقع الاخرى. نقل بي بيانات غير محدود تستقبل اي عدم الزوار. هنا دومين مجاني في الاتنين. حاجة اسمها سيدي ان. يعني ايه سيدي ان. اه مجاني هنا بش موجود مجاني. اه مجاني. ايه ده اللي هو عباره عن ايه. كونتنت ديليفر نتويرك يعني شبكة توزير محتوى. دي تبقى شبكة سيرفرات اه خاصة بالشركة. الميزة دي باختصار يعني فيها السهولة والسرعة في استدعاء البيانات. دي بتفرق مع مين. اللي زهار بالالاف. زهارك بعشرات الالاف. الخدمة دي مهم بالنسبة لك. انت لك مبتدأ او متوسط يعني دي كويسة جدا. اللي بريم انا شايف انها مواصفات ميزة جدا. لكن لو انت معاك فلوس. وزرفك تسمح طبعا اكيد دي فول اوبشن. دي افضل خطة بتحتاج لها. كل حاجة فيها. سرعة عالية. اه. كل حاجة مجاني. بريد الالكتروني مجاني. دومين مجاني دي اكيد افضل بدون شك. لو انا اخترت دي مثلا. وهي مواصفات ممتازة زي ما انت شايف. هنا هتديك اه كام لاحظ هنا. مدة مختلفة. الس هنا دي المدة الاعلى. اثنين دولار تسعة وخمسين زي ما ننصح به. طبعا انت ممكن تختار السنة واحدة. لكن فيه نقطة رازم تنتبه لها. بعد السنة سعر التجديد ده. سعر مرتفع. حالي انت ستنقل موقعك بعد كده لصدافة اخرى. فمن البداية تريح نفسها. بتاخد اعلى سعر. لان الشركات كلها بتعمل اوفر. كل شركات الاستضافة بتعمل كده. بتديك اوفر عرض المرة واحدة. ففيه شركات التوفير بتاعها سنة واحدة بس. تالي سنة سيكون سعر مختلف. هنا ل حد اربع سنين. دي بس موجودة في اي حد ما عند اي حد تاني غير هوستنجر. فانسح بديه. طبعا انت حر تشوف الخاطئة الاخرى وتخد تشوف اختيارك وظروفك. ننزل تحت. هنا طبعا هتسجل حساب. طبعا اه بجيميل او ياهو او 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 ايميل مدفوع. مهم جدا تكون عارب في ناتو. وسأل دفع متعددة بطاقة اتمام بي بال في في فوري كل حاجة. ادي المميزات اللي بتحصل عليها بتاخد كمان هنا حماية خصوصية الدمان. يعني ايه لو حد عمل بح دي بس موجودة. دي بس البعد يراها مهمة. وعمات انها كده كده كتماجر هنا. في الصدافات اخرى غالبا بتكون بتكلفة واحدها. السعر هنا كان مية اربع عشر دول. ستكمل بياناتك. طبعا سعر علي من ده. هل تجد قصيمة عندنا قصيمة. القصيمة بتاعت اسمها ايه اسمها زابست. يعني الافضل. دي قصيمة محاصرية الخاصة لربقاتنا. القصيمة شغالة مع اي عرض مع اي خطة في اي وقت. ولكن مع الربق بتاعنا. الاتنين مع بعض عشان تاخد اي خص. تستكمل بيان بيانات الدفع البطاقة بتاعتك في السر دات اما لمدة تاتينين والخطة ما اعجبتكش. ارسال الدفع الامر بتضغط بتكمل الدفع بيانات دخول الخطة. يصيبنا للرابط والباسورد. ومن جوا الخطة هتضيف الدومين بشكل مجاني. وحد دي كده يكون انت عشر ها نهاردة. ارجو انكم تكونوا استفدتم بالشرح وتستفيدوا بالقصيم. هتنسوا تدعمونا بلايك وشاري الفيديو عم سبسكرا بالقناة. شكرا جدا اللي حضرتكم.